السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا واحد درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان التحويل بين المولات والجسيمات في السابق الحصة الماضية أخذنا الدرس المولات وذكرنا بأن المول عبارة عن وحدة قياس كمية المادة الكيميائية النقية وأنه تساوي كمية شباب تساوي عدد أفوغادر اللي هو 6.02-14.23 وبعد ذلك أخذنا مثال طبق كيف يحسب الكيميائي عدد الجسيمات في عدد معين من مولات المادة بمعنى أنت الآن ككيميائي كيف تقدر تحسب من؟ تحسب كمية المادة هذا المادة عندي هنا على شكل عدد الجسيمات على شكل عدد الجسيمات وبالتالي نستطيع أن نجب على هذا السؤال عن طريق إيش؟ عن طريق ضرب مين؟ ضرب عدد المولات في عدد أفوغادر عدد المولات في عدد أفوغادر واليوم إن شاء الله سوف نتعرف على التحويل ما بين المولات والجسيمات وعدد أفوغادر بشكل كبير أو بمعنى أنه كيف نستخدمهم كلهم عن طريق إيش؟ عن طريق درسنا لليوم اللي هو التحويل بين المولات والجسيمات في درسنا اليوم اللي هو التحويل بين المولات والجسيمات سنتعرف على كيف تحول بين المولات وعدد الجسيمات كيف تحول بين المولات وعدد الجسيمات في التحويل ما بين المولات والجسيمات أول شيء في عندي تحويلين التحويل الأول اللي نجده اللي هو تحويل المولات إلى جسيمات تحويل المولات إلى جسيمات مادام أنه معطيك التحويل بين المولات والجسيمات فأنه بيكون في تحويل ما بين المول إلى جسيم والجسيم نحوله إلى مول يعني بمعنى أنه عندي هنا تحويلين الآن بنا أخذ تحويل المولات إلى جسيمات ما يعني المولات؟ المول هو قلنا وحدة قياس كمية المادة صح؟ طيب الجسيمات ما معنى الجسيمات؟ الجسيمات تصغير جسيم تصغير جسيم وهنا نقصد فيها إيش يا شباب؟ نقصد فيها إما الذرات أو الأيونات أو الجزيات هنا يا شباب أعطيك إياها على شكل مصطلحات إنجليزية لو بدنا نتعرف عليها الجسيمات معناها البارتيكلز والمول مول الجزيات موليكيولز والذرات أتومز والأيونات أيونز هذه عبارة عن إيش يا شباب؟ عبارة عن الجسيمات اللي نقصدها اللي هي أيونات أو ذرات أو إيش أو جزيات هنا في البداية نستطيع أن نحول من التحويل المولات إلى جسيمات بمعنى أن المعلوم عندي مين يا شباب؟ المول المطلوب من نكيش تحول هذه الكمية المحددة من المولات تحولها إلى عدد جسيمات بمعنى أنه الكمية هذه من المول كم يوجد فيها جسيمات والجسيم هنا أما يكون ذرة أو أيون أو جزي يقول أنه 6.02 ضرب 10.23 من الجسيمات الممثلة والجسيمات الممثلة ذكرنا بأنها ذرات أو إيونات أو جزيات 6.02 ضرب 10.23 الرقم هذا مرة عليك عبارة عن إيش يا شباب؟ عبارة عن عدد أفو قادرو عبارة عن عدد أفو قادرو عدد أفو قادرو ذكرنا بأنه عدد ثابت يساوي 6.02 ضرب 10.23 هذا الرقم يساوي كم أساساً؟ يساوي 1 مول إذن 1 مول من الجسيمات يساوي عدد أفو قادرو اللي هو 6.02 ضرب 10.23 طيب كيف أقدر أحول ما بين المول إلى الجسيم؟ أو كيف أقدر أحول المول إلى الجسيم؟ عن طريق العلاقة اللي تقول أنه عدد الجسيمات الممثلة تساوي مو حنقلنا يا شباب أنه عدد تحويل المول إلى جسيم بمعنى أنه المول هو المعلوم والمجهول عند مين؟ المجهول عنده هنا الجسيم إذن في البداية نقول أنه عدد الجسيمات الممثلة تساوي تساوي إيش؟ عدد المولات تساوي عدد المولات اللي موجودة عنده في المسألة مضروبة في إيش؟ مضروبة في عدد أفو قادرو مقسومة على إيش؟ على واحد مول على واحد مول إذن هنا يقول لك أنه واحد مول يساوي عدد أفو قادرو واحد مول يساوي عدد أفو قادرو وهنا نضرب عدد الجسيمات اللي هي المجهولة اللي نبغى نحولها إلى إيش؟ اللي نبغى نحولها إلى مولات أو المولات عفوا نحولها إلى الجسيمات نقول أنه الجسيمات تساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو اللي هو 6.02 ضرب 10.23 من الجسيمات نشوف مثال على تحويل ما بين المولات إلى جسيمات احسب عدد الجزيئات الآن ما قال لك الجسيمات حدد لك عدد حدد لك إيش؟ حدد لك الجسيمات هذه عبارة عن إيش؟ الجسيمات هنا عبارة عن إيش يا شباب؟ عن جزيئات وحن نقلنا الجسيمات إما ذرات أو أيونات أو جزيئات هنا يقول لك إيش عدد الجزيئات احسب عدد الجزيئات إذن مين المجهول عندي هنا يا شباب؟ عدد الجزيئات الموجودة في إيش؟ ثلاثة ونص مول من السكروز بمعنى أنه كم عدد الجزيئات الموجودة في كمية معينة اللي هي ثلاثة فاصلة خمسة مول من السكروز إذن الآن مين المجهول عندي هنا يا شباب؟ المجهول هو عندي عدد الجسيمات المجهول هو عندي عدد الجسيمات والمعلوم عندي مين؟ المعلوم عندي عدد المولات عدد المولات إذن نقول أنه عدد الجسيمات أو عفواً عدد الجزائيات بما أنه هنا حدد لي عدد الجزائيات خلاص نبدأ بعدد الجزائيات عدد الجزائيات والجزائيات قلنا على أنها موليكولز يساوي يساوي إيش؟ يساوي عدد أفو قادرو مضروباً في عدد المولات أو عدد المولات مضروباً في عدد أفو قادرو كل النتائج تؤدي إلى إيش؟ نفس بعض الآن أنا أعطيك القانون المطلوب مني إيش؟ المطلوب مني يعوض على طول عدد أفو قادرو كم يا شباب؟ 6.02 ضرب 10 أس كم؟ أس 23 مضروبا في مين؟ عدد المولات كم عدد المولات عندي في المسألة يا شباب؟ اللي هي ثلاثة ونص إذن نقول عدد الجزئات يساوي عدد أفو قادرو 6.02 ضرب 10 أس 23 و 20 مضروبا في كم؟ مضروبا في ثلاثة ونص اللي هي عدد المولات مضروبا في ثلاثة ونص اللي هي إيش؟ عدد المولات بالآلة الحاسبة بيكون الناتج عندي لعدد الجزئات يساوي يساوي كم؟ 2.11 ضرب 10 أس 24 إذن الكمية المحددة هذه اللي عندك اللي هي عدد المولات اللي هي ثلاثة ونص تساوي كمية مقدارها 2.11 ضرب 10 أس 24 اللي هي إيش؟ جزي من مين؟ من السكروز من السكروز واضح يا شباب؟ هذه بالنسبة إيش؟ بالنسبة لتحويل الجزئات إلى عفوا تحويل المولات إلى جزئات تحويل المولات إلى جزئات طيب في التحويل الثاني تحويل العكس اللي هو تحويل الجسيمات إلى مولات بمعنى أنه هنا يا شباب بيكون عندي إيش؟ بيكون عندي الجسيم معلوم؟ أما بالنسبة للمول مجهول إذن عملية إيش؟ عملية عكسية لللي قبل شوي عملية عكسية لللي قبل شوي لكي أجد العلاقة ما بين الجسيمات أو تحويل الجسيمات إلى مولات أستخدم العلاقة اللي هي عدد المولات اللي هي عدد المولات بما أنه المجهول فبالتالي هو اللي لازم نجده عدد المولات يساوي عدد الجسيمات الممثلة مضروبا في إيش؟ في واحد مول على إيش؟ على 6.02 ضرب 10.23 اللي هو مين عندي هنا يا شباب؟ اللي هي عدد الجسيمات اللي هو على عدد أفو قادرو اللي هو عدد أفو قادرو إذن في الحالة هذه يا شباب لكي يحول الجسيمات إلى مولات أقول بأنه عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مضروبا في واحد مول على إيش؟ على عدد أفو قادرو من الجسيمات طيب هذه العلاقة كيف أقدر أطبك عليها؟ أقدر أطبك عليها المثال في المثال هنا أحسب عدد المولات إذن مين المجهول عندي هنا يا شباب؟ المجهول عندي هنا عدد المولات الموجودة في إيش؟ الموجودة في 2.11 ضرب 10 أس 24 جزي من السكروز من إيش؟ من السكروز بمعنى أنه أنت عندك كمية معينة من الجزيات المطلوب منك تحولها إلى إيش؟ تحولها إلى مولات إذن في الحالة هذه إيش اللي أسوي؟ أستخدم العلاقة اللي أخذناها قبل شوي اللي هي عدد المولات بما أنه عدد المولات هو المجهول فنقوله أنه عدد المولات يساوي هو المراد حسبته يساوي عدد الجسيمات مضروبا في إيش؟ مضروبا في واحد مول على عدد أفو قادرو كم عندي عدد الجسيمات يا شباب؟ عدد الجسيمات يقول أنها كم؟ أنه 2.11 مضروبا في كم؟ مضروبا في عشرة أس 24 وعدد أفو قادرو اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 23 إذن نقول على أنه عدد مولات السكروز السكروز اللي هو مين؟ اللي هو عدد مولات الجزي المستخدم اللي هو جزي المستخدم عندي هنا السكروز تساوي الجسيمات كم عندي عدد الجسيمات السكروز؟ 2.11 ضرب 10 أس كم يا شباب؟ أس 24 مضروبا في واحد مول ومقسوما على إيش؟ مقسوما على عدد أفو قادرو مقسوما على عدد أفو قادرو اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 23 عند إجراء العملية الحسابية هذه سوف يكون الناتج عندي إيش؟ اللي هو عدد المولات عدد المولات كم بيكون؟ بيكون 3.5 مول 3.5 مول بمعنى أنها عملية عكسية للنقطة اللي أخذناها قبل شوي اللي هو تحويل أيش؟ تحويل المولات إلى جسيمات و هنا أخذنا تحويل الجسيمات إلى مولات بيكون الناتج عندي كم يا شباب؟ 3.5 مول من مين؟ من جزي السكروزو طيب الآن أنت عندك علاقتين العلاقة ما بين التحويل مول إلى جسيم والجسيم إلى مول هل أنا أقسم على عدد أفو قادرو أو أضرب في عدد أفو قادرو؟ هنا للتسهيل عليك نستخدم شيء اسمه إيش يا شباب؟ المثلث هذا المثلث هو يسهل عليك عملية التحويل ولاحظ يا شباب أن عملية التحويل في الفصل عندنا هنا نحتاجها بشكل كبير تحويل الذرات إلى مولات وتحويل المولات إلى ذرات وتحويل الكتلة وتحويل الكتلة المولية هذه يا شباب تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أنك تسهل على نفسك في موضوع إيش؟ في موضوع التحويلات في موضوع التحويلات هنا لكي أسهل على عمري في عملية التحويل ما بين المولات والجسيمات أستخدم المثلث المثلث هذه فكرة بسيطة جدا اللي هي نقسم المثلث إلى ثلاثة أقسام نضع عدد الجسيمات وعلمين عدد المولات وعليسار عدد أفوكادرو وعدد أفوكادرو إذا كان المجهول عندي عدد الجسيمات ما الذي أفعله؟ أحط يدي على عدد الجسيمات ما الذي يتبقى عندي هنا يا شباب؟ يتبقى عندي عدد المولات وعدد أفوكادرو يتبقى عندي عدد المولات وعدد أفوكادرو العلاقة بينهم علاقة ضرب إذن هنا نقول أن عدد الجسيمات يساوي عدد المولات مضروبا في عدد أفوكادرو طيب إذا كان المجهول عندي عدد المولات ما الذي أفعله حط يدي على عدد المولات إيش اللي يتبقى عندي يا شباب يتبقى عندي عدد الجسيمات وعدد أفو قادر عدد الجسيمات وعدد أفو قادر العلاقة بينهم إيش بتكون قسمة كأنها بسط ومقام واضح إذا نعيد مرة أخرى إذا كان المجهول عندي عدد الجسيمات فأني أضع يدي على عدد الجسيمات في المثلة إيش اللي يتبقى عندي؟ يتبقى عندي عدد المولات وعدد أفوكادرو العلاقة بينهم علاقة ضرب إذا نقول عدد الجسيمات يساوي بما أنه هو المجهول نقول يساوي يساوي إيش يا شباب؟ عدد المولات مضروبا في مين؟ في عدد أفوكادرو طيب إذا كان المجهول عندي عدد المولات فأني ما الذي أفعله؟ أحط يدي على عدد المولات إيش اللي يتبقى عندي؟ يتبقى عندي عدد الجسيمات على عدد أفو قادرو العلاقة بينهم علاقة قسمة العلاقة بينهم علاقة قسمة إذن أقول أنه عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مقسوماً على إيش؟ على عدد أفو قادرو طيب عدد أفو قادرو هل بيكون مجهول؟ لا مستحيل ليش؟ لأنه رقم ثابت يساوي 6.02 ضرب 10 أس 23 هذا المثلث يسهل عليك عملية التحويل ما بين الجسيمات والمولات وعدد أفو قادرو كيف نقدر نستخدمهم مع بعض حتى يسهل علي إيش؟ حتى يسهل علي عملية الاستنتاج أو عملية التحويل بشكل أكبر نشوف مثال يستخدم الخارسين رمزه زد أن في جلفنة الحديد لحمايته من التآكل احسب عدد ذرات زد أن في 2.5 مول منه بمعنى أن المجهول عندي إيش يا شباب هنا؟ احسب عدد الذرات اللي هي الجسيمات هي المجهولة صح؟ ذرات من مين؟ هنا حدد لك الجسيمات صح؟ الجسيمات عبارة عن إيش يا شباب اللي هنا حددها؟ اللي هي عدد الذرات وحن نقلنا الجسيمات إما ذرات أو أيونات أو جزيئات هنا حدد لك نوع الجسيم إيش؟ ذرات بمعنى أنه المطلوب عندي هنا إيش يا شباب؟ المطلوب أني أجد عدد ذرات مين؟ الزد أن اللي هو الخارسين بما أنه معطيني أو بما أنه طالب مني عدد الذرات فإنه لابد أن يعطيني عدد المولات لابد أن يعطيني عدد المولات وهو ما أعطيك في المسألة أنه في 2.5 مول منه من مين؟ من الخارسين بمعنى أن الآن أنا عندي 2.5 مول المطلوب منك يا عزيزي تحولها إلى إيش؟ إلى ذرات إلى ذرات في هذه الحالة أستخدم المثلث أستخدم المثلث تعال شوف المثلث المثلث مين المجهول عندي هنا يا شباب؟ عدد الجسيمات عدد الجسيمات اللي هو عدد الذرات تحطي يدي على عدد الجسيمات إيش اللي يتبقى عندي؟ يتبقى عندي عدد المولات وعدد أفو قادرو العلاقة بينهم علاقة إيش يا شباب؟ علاقة ضرب المعنى أنه عدد المولات أضربها في إيش؟ أضربها في عدد أفو قادرو نشوف مع بعض هنا نحول المول إلى جسيم نحول المول إلى جسيم وأنه عدد الذرات يساوي عدد المولات مضروبا في عدد أفو قادرو عدد الذرات يساوي عدد المولات مضروبا في مين؟ في عدد أفو قادرو كم عندي عدد المولات يا شباب؟ 2.5 في المسألة اللي هو 2.5 مضروبا في إيش؟ في عدد أفو قادرو عدد أفو قادرو سهل أنك تحفظه 6.02 ضرب 10 أس 3 و 20 رقم ثابت بالتالي لا بد أنك تتعامل مع هذا الرقم على أنه رقم ثابت ولا بد أنك تحفظ لأنه يتكرر معك في المسائل بشكل كبير فلا سهل لك أنك تحفظ تحفظ هذا الرقم حتى تتمكن من إيجاد النتائج بشكل أصح إذن هنا نعوض في القانون الرئيسي عدد المولات عندي 2.5 مضروبا في عدد أفو قادرو كم عندي عدد أفو قادرو اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 3 و 20 الآن أنا وكي سويت هنا عوض في القانون الرئيسي عوض في القانون الرئيسي الناتج النهاية كم بيكون؟ بيكون 1.5 ضرب 10 أس 24 زد أن اللي هي 1.5 ضرب 10 أس كم أس 24 ذرة من مين؟ من الخارسين من الخارسين يا شباب في النتائج النهائية إذا كان عندي عدد الجسيمات فإنها بتكون أرقام كبيرة جدا ضرب 10 أس لكن عدد المولات لا بد أن تكون أرقام بسيطة 2.5 و 1.5 كسور شيء بسيط لكن في النتائج إذا كان عندي أرقام زي كذا معنات أنه نتيجتي تقريبا شبه صحيحة لكن إذا كانت الأرقام صغيرة 1.3.4 نتكلم الآن عن عدد الدرات أو عدد الجزئات أو عدد الليونات فإنه بتكون نتيجتي غير صحيحة إذا لا ألاحظت أنه عند النتيجة عندي هنا رقم كبير إذا رقم كبير يساوي أو يدل على أنه النتيجة تقريبا صحيحة مقارنة بعدد الدرات الموجودة في 2.5 مول من إيش من الخارسين إذا فكرة المثلث سهل بس حاول أنك تتمرس عليها وتحاول أنك تأخذ أمثلة كثيرة عليها لأنه معرفتك للمثلث بيسهل عليك معرفتك للحل دائما أنت حتى في المسائل سواء كانت الرياضية أو الكيميائية أو الفيزيائية بسط على نفسك بسط على نفسك في إيجاد إيش؟ في إيجاد الأسهل لك لأن القوانين بعضها تتكرر عندك ويكون عندك لخبطة وتكون عندك إشكالية في موضوع إيش؟ في موضوع اختيارك للقانون الصحيح وبالتالي هنا سهلت على عمرك ووجدنا إيش؟ وجدنا أنه عدد الجسيمات وعدد المولات وعدد أفقادرو وضعنا لهم مثلث أو وضعنا لهم نموذج هذا النموذج هو اللي نقدر نحل عليه المسائل بشكل كبير تدريب آخر أحسب عدد الجزيئات في 11.5 مول من الماء أحسب عدد الجزيئات إذن المجهول من عندي هنا يا شباب؟ المجهول عندي مين؟ عدد الجزيئات عدد الجزيئات اللي هو عدد الجزيئات في المثلث في واحد ونصف مول من الماء هنا المطلوب مني إيش؟ المطلوب إني أحول المولات إلى جسيمات أحول المولات إلى جسيمات الآن أنت بدأت تعرف كيف تحل هذه المسائلة زي كده الآن أنا عندي مين؟ عندي المجهول مين؟ عدد الجزيئات والمعلوم مين عندي هنا يا شباب؟ عدد المولات تروح للمثلث المثلث اللي عندي هنا يا شباب عبارة عن إيش؟ عبارة عن جسيمات ومولات وفقادرو عدد الجسيمات هو المجهول حط يدي على عدد الجسيمات مين يتبقى عندي هنا يا شباب؟ تبقى عندي عدد المولات وعدد أفو قادرو العلاقة بينهم علاقة ضر علاقة بينهم علاقة ضر إذن في الحالة هذه نقول أنه عدد الجسيمات يساوي عدد المولات مضروبا في عدد أفو قادرو عدد المولات مضروبا في عدد أفو قادرو عدد المولات كم عندي هنا يا شباب 11.5 مول 11.5 مول مضروبا في عدد فوقادر اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 3 و 20 النتيجة النهائية بتكون كم يا شباب 6.9 اثنين ضرب 10 أس 24 جزي من مين من ال H2O اللي هو الماء بمعنى أنه 11.5 مول من الماء سوف ينتج كمية مقدارها 6.9 اثنين ضرب 10 أس 24 جزي من الماء جزي من الماء تدريب آخر ما عدد المولات في كل من ما عدد المولات في كل من إذن الآن مين المجهول عندي هنا يا شباب المجهول عندي هنا عدد المولات المجهول عندي هنا عدد المولات عدد المولات أروح للمثلث هذا عدد المولات إذن هو المجهول هو المجهول والمعلوم مين بيكون يا شباب المعلوم بيكون مين عدد الجسيمات بيكون عدد الجسيمات الجسيمات هنا ما استخدمها أيش يا شباب ذرة إذن كم عندي ذرات يا شباب 5.75 ضرب 10 أس 24 المطلوب منك يا عزيزي أنك تحول هذا الرقم إلى مولات إلى مولات كيف أقدر أسوي عن طريق المثلث اللي أخذنا قبله شوي قلنا بأنه عدد المولات هو المجهول أضعيدي على عدد المولات يتبقى عندي إيش يتبقى عندي عدد الجسيمات على عدد أفو قادر والجسيمات المستخدمة عندك إيش هي يا شباب اللي هي الذرات اللي هي الذرات من مين من الألمان من عنصر الألمان إذن في الحالة هذه أقول أنه عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مقسوما على عدد أفو قادر ونقلنا هنا أن العلاقة ما بين الجسيمات وعدد فوقادر هي علاقة قسمة فأستطيع أن أضعها على شكل بسط ومقامة وقسمة عادية التي أريد أن تكون النتيجة النهائية صحيحة عدد الجسيمات كم عندي في المسألة يا شباب؟ 5.75 ضرب 10 أس 24 مقسوماً على عدد فوقادر وأنت عارف عدد فوقادر اللي هو 6.02 ضرب 10 أس كم أس 23 بالآلة الحاسبة بيكون الناتج عندك كم يا شباب؟ 9.55 مول من إيش من الألمونيوم بمعنى أنه هذه الذرات اللي موجودة عندي هنا اللي 5.75 ضرب 10 أس 24 ذرة من الألمونيوم سوف تنتج كمية مقدارها 9.55 مول من من عنصر الألمونيوم من الألمونيوم هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة تحويل عدد أو إيجاد عدد المولات نقول إنه إيجاد عدد المولات لابد أن نقسم عدد الجسيمات على عدد أفوقادر تدريب آخر ما عدد المولات في كل من الآن معطيك إيش؟ معطيك الذرات اللي هي الجسيمات بس المرة هذه من الحديد هل يفرق عندي هنا إذا اخترنا العنصر؟ لا ما يفرق المهم عندي رقم إيش؟ رقم عدد الذرات أو عدد الجسيمات وصفة عامة سواء كان جزي أو أيون أو ذرة هنا المطلوب مني إيش؟ إيجاد عدد المولات إذن عدد المولات هو المجهول هو المجهول أروح للجدول إذن هذا المجهول عدد المولات أقول إنه عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مقسوماً على إيش؟ على عدد أفوقادر على عدد أفوقادر عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مقسوماً على عدد أفوقادر كم عندي عدد الجسيمات هنا يا شباب؟ اللي هي 2.50 ضرب 10 أس كم أس 20 أس 20 مقسوماً على إيش؟ مقسوماً على عدد أفو قادروا وحنا عارفين عدد أفو قادروا أنه 6.02 ضرب 10 أس 23 بتكون النتيجة النهائية اللي هي 4.15 ضرب 10 أس سالب 4 مول من 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 عنصر الحديد المستخدم عندي هنا في عدد ذراته واجب رتب العينات الثلاثة الآتية من الأصغر إلى الأكبر من الأصغر إلى الأكبر بحسب عدد الجسيمات الممثلة معطيك ثلاثة عينات والمطلوب منك أي شيء يا شباب تحدد من الأصغر من الأكبر والأكبر بس هنا لا بد أنك تسوي توحد فيما بينهم تكون الأرقام عندي واحدة بمعنى أنه ذرة ولاحظ أنه عندي هنا مول وعندي هنا جزي الأفضل لك أنك توحدهم وتشوف مين الأصح فيهم أو بمعنى صح مين الأكبر ومين الأصغر من هذه الثلاث العينات ونستعرض الإجابة إن شاء الله بداية الحصة القادمة أخيرا يا شباب الخلاصة أن الجسيمات الممثلة تشمل الدرات والأيونات والجزيئات ووحدات السيغ الكيميائية والجسيمات أخرى مشابهة وكذلك أن المول الواحد من درات الكربون 12 له كتلة مقدارها 12 قرام تماما ويمكن استخدام عوامل التحويل المكتوبة من علاقة عدد أفوغادرو للتحويل بين المولات وعدد الجسيمات هذا بالنسبة لكل ما يخص درس التحويل بين المولات والجسيمات إلى هنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته